اشتركوا في القناة في ناس بتقعد مع نفسها بتستوعب حياة كثيرة جدا من الطبيعة وتستفيد منها لكن هل سعلمنا نفسها انه نحن في السودان تحديدا يمكن ان عالم شوية بعيد مننا ونحن نحاول نركض عشان نكون في نفس المسهر لكن في ناس وصد الآن لمفهوم الطاقة البديلة وفي الطاقة البديلة تحديدا الطاقة الشمسية وإحنا في السودان ما عندنا كتر من الشمس يا حمزة نحشك الشمسة الحرائية نحشك الشمسة الحرائية لكن هل في زول قاعد فكر في انه كيف نستفيد من الشمس الصباح كيف انه نحن نقدر نولد طاقة شمسية قل تكلفة أكثر انتاجا نستفيد منها في كافة المجالات المختلفة لكن شباب الثورة السودانية اللي خلقوا الثورة السودانية اللي كان هم نموذج يحتذا به في كافة العالم بكل أنحاء العالم وضرب بهم مثل حقيقي في الصمود وفي الشجاعة في البسالة في الإيجابية والفكرة الإيجابية للسودان الجديد هم بيفكروا حاليا بأنه يستغلوا مفهوم الطاقة الشمسية للسودان أو في السودان تحديدا عشان ما كل البلد تنعم بالخيرات لأن السودان وطن ينعم بخيرات كثيرة جدا جدا نفع شكرا مهندس ميكانيكي يحدثنا عن مفهوم الطاقة البديلة أو تحديدا الطاقة الشمسية أهلا مرحباك مهندس مرحباك سيدة لينة ومرحباك سيدة حمزة موضوع الطاقة الشمسية بفهم بسيط نحن نحاول نستفيد من الإشعاع الشمسي بقدر الإمكان نحول الطاقة كهربائية نستخدمها في الاستخدامات الحياتية العادية سواء ري زراعي سواء استخدام زراعي سواء استخدام سكني سواء استخدام صناعي فالطاقة الشمسية عبارة عن منظومة أو منظومة الطاقة الشمسية عبارة عن منظومة بتحول الإشعاع الشمسي لطاقة كهربائية إشعاع الشمسي تقوم بتحويله لطاقة منها بتتوجه للمرحلة الثانية اللي هي العاكس بيقوم بيحويل لي الطاقة دي الطاقة الطالعة من الإشعاع من الخلايا الشمسية لطاقة كهربائية أنا بعد ذلك بتمشي المرحلة الثالثة يا استخدامتها استخدام عادي يا خزنتها في بطاريات نستفيد منها في مرحلة ما بعد إن الكهرباء ما فيها طيب دي صورة باستخدامها في القطاع الزراعي باستفيد منها بيتحرك لي المولي التومبات بتاعت الرأي باستفيد منها في القطاع السكني عندنا في القطاع السكني استخدامة ترجمة نانسي قنقر أنا أخصم البطاريات على حسب استهلاك الوحدة الواحدة أو المنزل، المصنع، المحطة المحطة التي نحن مستهدفينها هذا الاستخدام الخارجي الاستخدام في داخل المدينة لا أكون محتاج لألواح أنه أنا أساساً عندي توصيلات كهربائية عندي كهربائياني من المحطات الكهربائية الحكومية بتاعت الدولة فأنا أستخدم العاكس والبطاريات العاكس طالما الكهرباء لديها غالة هذا الإنفيرتر يسحب لي من الكهرباء العامة يخزين لي في البطاريات مجرد ما الكهرباء قطعت يقوم بيعكس الدائرة الكهربائية بدل ما أنا كنت شاهد من الخطة العمومي يسحب لي من البطاريات يشغل لي الفترة فيها تيار منقطع طيب باش مهندس يعني إحنا لو نتكلم أن الدولة مرات في مناطق قرى نائية في مناطق السودان ما وصلت الكهرباء كده ببساطة الواصلام بتكتع البطاريات حنجيها هسا حنجيها طريقة المعالجة كيف لكن المناطق البعيدة الأصلا ما وصلتها كهرباء ولا حتى الدولة هي ساعية إنه تنفذ أصلا مشاريع زي دي يعني الجيزان جنبهم كأنقوز بنميل أو لا الشمالية أو عموما غرب السودان هل لازم تكون في شراكات بينكم وبين جهات خارجية حتى أن تجيكم هنا في السودان؟ يعني بيعتمد على حسب الموضوع موضوع إمكانيات موضوع إمكانيات الموضوع إمكانيات موضوع إمكانيات ملايين الدولارات موضوع إمكاني المصنع خط الإنتاج المصحر الأفران الكهربائية ترحيل الرمال من موقع لحد موقع المصنع بعد ذلك تواجهنا مشكلة التكنولوجيا كما تعلمون وعندنا 30 سنة نحن نحن نبرا الشبكة نحن نبرا الشبكة تحاول أن نذهب نحن ندخل ندخل العالم بعد ذلك الرمال تتذكرت أننا 30 ملعين 3.4.5 ملعين الدولار 3.5 ملعين الدولار يعني أسس 3-4 مليون دولار يتأسس لي مصنع بانتج لي مية ميجاواط مية ميجاواط في السنة مية ميجاواط إذا أنا كل سنة استهدفت عدة استهدفت الجزر الغربي تغطيها ستين خمسين ستين في المية مية من الحتاة الماء كهرباء يعني لينة أنا سأسأذنك اضافة للسؤال السابق أن المناطق الاصل ما وسط كهرباء المفروض ان تصلحها الكهرباء من خلال إطاقة شمسية البديلة ذالات إتجاه الجريك لكل دول العالم حتى نتخفف العبء شوي على التوليد الماء أو كده فنتكلم هل عندك نموذج حيحنا يعني نحن عرفنا إنه في منطقة أبو نامي الفولاتة النيلة الأبيض هي من المناطق برضو وغير من الغرة ما وسطة كهرباء فهل عندك مشروع فعلي لانتك رائد أعمال عايز تنفذ المشروع على أرض الواقع وانعكس إيجابا على كل المناطق المجاورة حقيقة أسن إحنا حاليا بساطة تنفيذ مشروع في في قرية ما فيها كهرباء يعني أقرب نقطة بتاعت كهرباء تبعد منهم خمسة كيلو التكلفة الحقيقية بتاعت المحطة المفروض تتعامل لهم أقل من 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 التكلفة بتاعتنا ومجر من الخطة العمومية ويعالم تكون فيه كهرباء ولا ما تكون فيه كهرباء فأسي حاليا في الفترة جاية يعني أزما كسيمون كذا الموضوع بيأخذ له واسبوعين حنبدأ في المشروع تنفيذ حقيقة على أرض الواقع إن شاء الله حصرنا المناطق حصرنا المنازل عددها عدد الأجهزة بيأخذ لهم نحن أقصى سكف ممكن يعني زول أشرح لين عي كيف هتزاحموا في التطوير يعني نحن هنعمل محطات محطة إذا قرية فيها نحن أسل قرية اللي شغالين على هذي فيها سبعين بيت السبعين بيتديل نحن يعني عندنا خيارين نقوم يا إما نقسمهم على ثلاثة محطات يعني إما نعمل لهم محطة واحدة مين بعد ذاك تجور لي كل المنازل قررتوا أي خياف؟ ده بعتمد عليهم هم بعتمد عليهم هم بعتمد عليهم هم بعتمد علي قرارهم هم نحن ما عندنا مشكلة التكلفة هي هي نفس الشيء نفس التكلفة بس أنا المحطة الكبيرة بقسمها على ثلاثة على ثلاثة مواقع بوزعة فبعد ذاك دار أشوف هل هما أساسا يعني عايزين يقسموا الموضوع باعتبار أنه كل مجموعة يساهموا ويجمعوا مساهماتهم براهم بعد ذاك البنوك يتنوي إلى الموضوع يعني يعني يا وايل يعني مثال المنطقة ذي يعني الرمان موجودة بصورك كبيرة جداً هل الموضوح كوابل ولا بيحتاج تخطيط برضو لأعمد يعني لا 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 كوابل أرضية ما بيحتاجك كوابل أرضية كوابل أرضية تتوصل داخل مواسير أنابيب صغيرة كده من المحطة لحد البيت عند ذاك مدخل البيت يكون عندك مفتاح تعمين واحد جميل هذا الموضوع بسيط يعني جميل طيب يعني كيف ممكن يعني تقدروا تجمدوا مشاريع تخرج حبيثة الإدلاك تحديداً حبيثة الإدلاك في تطوير الصناعة والاستفادة منها قدر الإمكان تخلي في مشاريع كثيرة جداً أفكار خرافية هلامية جميلة مستنيرة هتنوّر السودان كيف ممكن تستفيدوا منها؟ كيف ممكن تستفيدوا منها؟ هذا الموضوع يعني أنا خريج جامعة السودان أنا خريج جامعة السودان هندسة مكينيكية ومن تخرجت له تقريباً زي 7-8 سنين وشفت في الجامعة وشفت ما بعد الجامعة وقعدت مع بروفات دكاتر درسوني قعدت معهم بخصوص الموضوع ده ففي مشاريع ما في زول بتخيل انه هي ممكن تكون قاعدة يعني محبوسة في مكتب أو ورق محبوس في درج والناس ما مستفيدة منها أنا مشيت بالصدفة عمدي دكتور في الجامعة شغال معاه وشغالين في دراسة بتاعت مصنع بتاعت أرواح الطاقة الشمسية بجهز في الدراسة مشيت ليه في موضوع التصنيع متخصص في مجال التصنيع فمشيت ليه لقيت أساساً انه فيه حاجات قاعد عنده أنا أستفيد منها أساساً أنا مفروض أستفيد منها أساساً أحتاج لي أساساً غير المشاريع الثانية غير المصانع المفورة العمل فنحن كرواد عمال ومطلوب مننا شيئاً بسيطاً نحن في الجامعة يدوك مشروع تخرج يطلع قائمة مشاريع تخرج أنت تختار مننا لماذا نحن كرواد عمال لا نطرح مشكلتنا أنا كشركة أو كمؤسسة أو كمصنع أو كجهة تقدم خدمة أنا أطرح مشكلتي أطرح مشاريع تخرج من برد كمؤسسات خارجية أطرح مشاريع تخرج سواء مهني أو سواء مشروع مهني أو مشروع إداري أو مشروع مالي يحددوا لي ينفذوا لي المشروع بناء عليه أنا أجي أستوعبه ذاته في المؤسسة حقتي طيب قبل الختام يا باش مهندس وائل يعني أنتو كرواد عمال أكيد إمكانياتكم تكون محدودة حتى في تنفيذ الخطط أو كده فالحقية دي عايز دعم من قبل الدولة لأن الدولة تولي اهتمام كبير جداً بالنسبة للطاقة الشمسية خاصة أننا نحن الكهرباء أنا مشيك جيت من البت الكهرباء خليتها قاطعة فالحكاية دي كل يوم بتكون زي ثلاثة مرات في اليوم من الكهرباء كده تقطع بدأت تجاه بديلي يعني ممكن الطاقة الشمسية تشكل مورد الرئيس أو الطاقة الرئيسة بالنسبة لنا في السودان في حال بعد ذلك الموضوع وأنه دعم يعني فإن دعم ما تديين طريبة إن شاء الله إحنا محتاجين إحنا ما محتاجين دعم ما تدي إحنا دارين أضان تسمعنا ما في أضانس إنتو مشيت ولا إحنا مشيت ولا ما في أضانس معك مشيت وين آم فما لقينا دعين سمعتنه ما لقينا دعين أضانس معك نحنا دارين زول يقعد يسمعنا بص طيب بعد ذلك انت قتنعتك لمشي للستبطة التانية ما قتنعتك أقول لنا يا أخي إخوانا الله مشربكم دم فاشل نعم وما نافع ومشوت باش مهندس يعني ايضا حتيين الشخص يسمعكم احنا حتيين شخص يسمعنا السودان كله محتاج انه يكون في فرصة كبيرة جدا للشباب تحديدا يقولوا افكارهم يقولوا مقترحاتهم يقدموا يعني خطط ودراسات ومشروعات تخرج ايجابية وجميلة جدا هتتبعوا البرد بصورة كبيرة جدا خلينا نضع العذر ولو جانبا للوضع الحالي في السودان ونديهم فرصة تانية انهم يسمعوا اكتر في المرحلة القادمة ان شاء الله عسى والعلى السودان يعني ينهض من جديد بشباب وفي افكار وعقول الشباب النيرة احنا شكرا لك كثير جدا باش مهندس ويل بشير عبد الرحيم المهندس الميكانيكي على هذه المساحة نورتنا كثير جدا ندمني انه على ارض الواقع قريبا ترى النور هذه الافكار ان شاء الله مقدرين جدا